موسيقى موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبدالربون صرهادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواسى إلى أديب وعصام وأمين ورأفة القراشي عزهم فيها بوفاة والدهم الشخصية الوطنية والنقابية المناضل عبدالقادر أمين القراشي الذي وافاه الأجل إثرى مرض عضال ألم به وعبر فخامة الرئيس عن أحر التعازي وصادق المواسى بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبرى والسلوان أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن إصلاح وتطوير التعليم سيظل أولوية حكومية رغم كل التحديات والظروف الراهنة باعتبار ذلك المرتكز للأساس لإحداث أي نهضة اقتصادية وتنمية حقيقية انطلاقا من أن التعليم أول متطلبات التنمية وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة التربية والتعليم على أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية وتعزيز دورها في تكريس ثقافة التعايش والاعتدال وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة والمتطرفة واجدد الدكتور معين عبد الملك التأكيد على أن المواجهة مع الميليشيات المتطرفة بكل أشكالها هي مواجهة فكرية بالمقام الأول مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تسعى إلى السيطرة على التعليم وتوجيهه نحو إنشاء جيل مؤدلج فكريا وسياسيا وعقائديا ونوها رئيس الوزراء باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربو منصر هادي رئيس الجمهورية وحرصه على النهوض بالعملية التعليمية وتجاوز الإشكاليات والتحديات التي تواجهها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن سيطرت قوة الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات دعم الشرعية على مواقع الجديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تتمترس ميليشيات الحوثي الإنقلابية فيها في باقم بالمحافظة وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة وشرق مركز المديرية وقال المصدر أن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيات في اللواء مئة وثلاثة ومقتل العشرات وجرح آخرين وأسري ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل عتاده فيما لذا البقية بالفرار استهدفت مدفعية قوات الجيش الوطني والمقاومة تجمعات الميليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة الظالع مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتل والجرحى في صفوف الميليشيات وإعطاب عدد من آلياتها وعرباتها العسكرية وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش والمقاومة استهدفت تجمعات الميليشيات الحوثي غرب الفاخر أدى إلى سقوط قتل وجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير آليات ومعدات لهم قال مصدر عسكري أن عناصر ميليشيات الحوثي شنت عمليات استهداف على مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة بمحافظة الحديدة ونقل المصدر أن ميليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة وأضاف المصدر أن قناصة الميليشيات قامت بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص متواصلة على مواقع أخرى جنوب المنطقة قال مصدر محلي في جزيرة بكلان أن حوتا يتجاوز طوله عشرة أمتار وجد ميتا قبالة سواح الجزيرة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة وقال المصدر أن الحوت النافق ما زال في شواطئ الجزيرة وعشر إلى أن الألغام البحرية منتشرة بشكل كبير أمام الشواطئ اليمنية وقد تسببت بضرر بالغ أصاب الحياة البحرية والصيادين ومنذ عام 2015 يعاني صيادون بالساحل الغربي في البحر الأحمر من الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ولم يستطيعوا القيام بعملهم بسببها انتهى المجز في أمان الله اشتركوا في القناة